تعال اخودكو على المباراة الاهلي والوداد المغربي بتتلاعب طبعا هناك فيستر محمد الخمس في المغرب انتو عارفين انا نزم الكاوي صح؟ انا اتقلي الوداد واحد صفر انا فعلا زعلان وفعلا مخدود وفعلا مستاء والله العظيم انا فعلا مستاء تعالوا ناخد معنا زاملنا باسم ابو العنين مراسل التلفزيون المصري من مركز شباب الجزيرة قولي بقى ايه اللي بيحصل ازايك الاول بس احكيلي ايه اللي بيحصل يوسف مساء الخير ومساء الخير على كل المشاهدين الكرام احنا هنا في مركز شباب الجزيرة على بعض خطوات من معقل نادي الاهلي نستلهم نروحه واحنا موجودين هنا بينما هو في كازابلانك الدر البيضاء تجري المباراة الان بينه وبين الوداد المغربي قبل من اقلك الاجواء اللي موجودة هنا اقتنص الوداد هدف ضد النادي الاهلي منذ قليل الشيء الرائع والجميل والمبهج ان جماهير النادي الاهلي الموجودة في الاستاذ هناك بينما دخل هذا الهدف يعني اشتعلوا حماسا اكثر كأنما الاهلي هو الذي ادخل الهدف ذلك عشان روح النادي الاهلي دائما تطغى على اي نتيجة والنادي الاهلي وفريق الكرة بالنادي الاهلي دائما يلعب على قلب رجل واحد ويلعب على اساس ان المباراة بين زي ما بيقولوا كر وفر هي معركة ولا تحسن بالضربات العادية ولكن يعني حتى اخر دقيقة في عمر المباراة يقاتل النادي الاهلي بشراسة هرجع لي الاجواء الموجودة هنا في نادي او مركز شباب الجزيرة الناس من قبل بداية المباراة باكتر من ساعتين وهما يتزحموا على من يحجز المقعد الاول او الصفوف الاولى حتى يتابع ان كثب المباراة تم اجراء بعض اللقاءات مع بعض من الحضور والذي اعجبني بشدة منهم من ذكر بانه زملكاوي وانه يتابع الترسنة وانه له انتماءات اخرى ولكن هو موجود اليوم لسبب واحد ان النادي الاهلي هو مصر النادي الاهلي دلوقتي في هذه المباراة يمثل مصر فهو بمثابة منتخب مصر يمثلها في مباراة هي مباراة عربية عربية على بطولة افريقيا ولكن يتمنى بعودة هذه البطولة والجميع يشجع من قلب والجميع مع كل هجمة للنادي الاهلي يعني تحتبس الانفاس وتتصاعد دقات القلوب ابتهاجا مرة بهجمل الاهلي ويعني صبرا على هجمل الوداد والجميع يعني يتمنى والجميع يرجو والجميع يأمل ويفق فيه قدرة النادي الاهلي ان يعد المصار المباراة حتى اللحظات الاخيرة وهو ليس او ليس بالامر الجديد على النادي الاهلي ان يحسم المباراة لصالحه ولو هنتكلم بلغة الارقام فما يقاتل عليه الوداد النهاردة هو تحصيل البطولة الرابعة في تاريخه لو قدر له ان يفوز بهذه المباراة بينما الاهلي حقق عشر او عشرة انتصارات سابقة لا روسم يفوز وهو على اعتاب البطولة الاخضر بيضر رحمنها بس ده مما لا شك فيه يعني لكن بص الاهلي لازم يكسب انا زملكوي اتيل بس الاهلي لازم يكسب خليني الاول اشكرك باسم جدا 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 على يعني مدخلتك معنا واشكرك اكتر على انك ذكرت ان فيه زملكوية وفيه ترسانوية وغيره موجودين عندكم في مركز شباب الجزيرة وبرده بيتابعوا المباراة وبرده بيشجعوا الاهلي من قلوبهم